اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعتكم الجديد اولا باول هذه هي انواع القبل ودلالاتها ربما تعد القبل واحدة من اعظم اسرار التواصل بين البشر ففي الحقيقة لا يعلم احد حتى الان السر الذي يجعل من تبادل القبل واحدا من علامات المودة والحب والقرب الشديد بين الاشخاص بالطبع لسنا ننفرد كبشر لوحدنا بهذا السلوك فالعديد من الاحياء الاخرى تسلك هذه الطريقة ايضا ومهما كان السبب الكام وراء ذلك فان القبلة هي تعبير عن ارواحنا لذا فهي تأتي بالعديد من الاشكال سواء قبلة الصداقة او قبلة الحب او الاحترام فما هي انواع القبل وفق تصنيفها العام وماذا تعني كل منها النوع الاول القبلة على الجبين هي تعبير لطيف عن الاعجاب وعادة ما تستخدم للتعبير عن المودة بين الطرفين دون وجود اي مشاعر حب شهواني فهي تعبير جميل يعكس الحب الافلاطوني الرائع بين الشريكين النوع الثاني القبلة على اليد هي قبلة تدل على الاحترام الشديد والتقدير وكثيرا ما تستخدم في الاوساط الرسمية وبخاصة كتعبير عن الاحترام للنساء لقد اصبحت القبلة على اليد في يومنا هذا مقتصرة على الطبقات العليا المحافظة وعلى الدبلوماسيين رفيعي المستوى كما انه في ثقافات عديدة شرقية يعد تقبيل اليد دليل احترام لكبار السن والمعلمين العظماء النوع الثالث قبلة الاسكيمو سميت بهذا الاسم لانها قبلة مناسبة لأولئك المتواجدين في المناطق ذات المناخ البارد حيث يعد استخدام الشفاه في التقبيل امر مؤلم ذلك لانه في قبلة الاسكيمو يتم استخدام فرق الانفين ببعضهما فقط وبطريقة ودية للغاية هذه الحركة يستخدمها الاباء مع اطفالهم الصغار بكثرة وهي تعبير عن الحب والعاطفة الدافئة الصافية النوع الرابع القبلة الفرنسية هي تماس الشفاه مع استخدام لطيف ورومانسي للغاية لللسان في القبلة تعد هذه القبلة من اكثر انواع القبل دفءا ورومانسية وترتبط دائما بالعلاقات العاطفية والرغبة المتبادلة وهي من القبل التي تحتاج الى التدرب عليها لاتقانها بشكل جيد النوع الخامس قبلة الشفة الواحدة حيث يقوم الشخص المقبل بتقبيل احدى شفتي الشريك وهي تتضمن ايضا عملية شفط لطيف للشفة المقبلة وبذلك تعد احدى اشد القبل حرارة وايحاء وتدل على رغبة الشريك الشديدة بامتلاك شريكه المقابل وبذلك تعد احدى القبل الممهدة للعلاقة الحميمة النوع السادس قبلة الفراشة وهي ايضا نوع اخر من القبل التي لا يتم فيها استخدام الشفة هذه المرة القبلة تكون باستخدام رموش العين وهي واحدة من اشد الحركات دفءا واكثرها تعبيرا عن الحب المتبادل والرعاية والاحتضان النوع السابع قبلة سبايدر مان في المشهد الدرامي الرائع حينما يقوم سبايدر مان بتقبيل حبيبته ماري وهو معلق رأسا على عقب سواء بهذه الوضعية او بوضعية القبلة الجانبية حين يكون احد الشريكين متكئا على السرير مثلا والاخر جالس على الارض قبالته فان هذه القبلة واحدة من اكثر القبل شيوعا بين العشاق وهي محملة بالعاطفة والحب بشكل كبير النوع الثامن قبلة اللسعة هي قبلة من الشفاه تليها عضة لطيفة توجه للمكان المقبل سواء كان الشفاه او الخدود او الرقبة او الحلمات وهي قبلة عفوية مثيرة جدا للعشاق كمقدمة لذيذة للعلاقة الحميمة النوع التاسع القبلة الهوائية وهي من اشد القبل شيوعا بين الناس جميعا ولا علاقة لها باي فعل رومانسي وانما هي احدى وسائل التعبير عن الود المتبادل وتتم عبر التصاق الخدين ببعضهما لكل من الشريكين مع اطلاق قبلة في الهواء اثناء ذلك مرافقة بصوت القبلة الشهيرة النوع العاشر قبلة مصاص الدماء هذه القبلة مخصصة لمنطقة الرقبة واسفل الفكين تترافق بعضة لطيفة او بامتصاص خفيف وهي واحدة من القبل الشقية والمرحة والمليئة بالحب والعاطفة وتشيع هذه القبلة في وسط العشاق اصحاب الاجواء الحميمية جدا اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة